موسيقى جولتنا الاقتصادية نستهلها بشأن المحلية حيث ضالب برلمانيون بإيقالة قيادة البنك المركزي في عدن لإنقاذ الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية من الانهيار وقالوا إن إخفاقات الحكومة في إدارة الملفات الوطنية المناطة بها وعلى رأس الملف الاقتصادية نتجا عنها تدهور سريع ومروع في قيمة العملة الوطنية حتى تجاوز سعر الدولار الواحد عتبة الألف ريال ما عكس نفسه وبشكل حاد على حياة المواطنين ومعيشتهم في جميع جوانبها وضعف من معاناة من ويلات الحرب والدمار والتشرد منذ سبتمبر 2014 واشدد الأعضاء على إلزام جميع محافظة المحافظة بتوريد كافة موارد الدولة المركزية والمحلية إلى حساب الحكومة العام طرف البنك المركزية مع التزام الحكومة بتشغيل جميع المنشآت النفطية والغازية وتصدير الإنتاج منها بشكل منتظم وتوريد جميع العائدات إلى البنك وأكد البلمانيون على أهمية إلزام جميع المنافذ الجمهورية البحرية والبرية والجوية داخل مناطق سيدرة الحكومة بتحصيل الرسوم والضرائب على السلع المستوردة وتفعيل دور مصلحة الضرائب وترشيد الإنفاق العام وصرف جميع النفقات طبقا لقانون ربط الموازنة والقوانين النافذة نشرت مجلة فوربس الأمريكية تصنيفا لأقوى الاقتصادات العربية للعام 2021 حيث احتلت السعودية المركز الأول في التصنيف وسط توقعات بوصول ناتجها المحلية الإجمالية إلى نحو 805 مليارات دولار فيما جاءت الإمارات في المركز الثاني مع تسجيل ناتجها المحلية الإجمالية عند 401 مليار دولار تليها مصر مع توقعات وصول ناتجها المحلية الإجمالية إلى أكثر من 394 مليار دولار لتسجل فائضا بنحو 6 مليارات دولار وفي المرتبة الرابعة حل العراق بتوقعات وصول ناتجها المحلية الإجمالية إلى أكثر من 190 مليار دولار فيما جاءت قدر في المرتبة الخامسة حيث سيبلغ ناتجها المحلية الإجمالية 166 مليار دولار تعرض الاقتصاد التونسي للسنزاف خلال عقد من الزمن حيث تلاجع الإنتاج والخدمات وتنامي البطالة وتدهل مستوى معيشة التونسيين وعمق إهمال الاقتصاد الأزمة خلال مرحلة الانتقال السياسي المستمرة والصعبة واتبعات جائحة كورونا وما سبقها من هجمات إرهابية جراح القضاعات المحلية المنتجة وكان الاقتصاد التونسي من أكثر اقتصادات الدول العربية تنوعا ويتمتع بصناعات نسجية وتحويلية أخرى شكلت إراداتها آنذاك أكثر من ثلث ناتج المحلية الإجمالية للبلاد بينما وصلت الديون الخارجية للبلاد لأكثر من 35 مليار دولار ومطالبة بسداد نحو 6 مليار دولار منها في العام الجاري أعلنت وزارة البتر المصرية توقيع هيئة الثروة المعدنية أربعة عقود للبحث عن الذهب مع باريك جولد الكندية الثانية أكبر شركة للتنقيب عن الذهب في العالم وقالت الوزارة في بأن لها إن هذا أول استثمار للشركة في مصر وستبحث عن الذهب في 19 قضاعا بالصحراء الشرقية بإجمال استثمارات 8 ملايين و800 ألف دولار وأخيرا وافقت المفوضي الأوروبي على خطة إيطالية تستهدف تعويض المطارات وموظفية عن الأضرار التي لحقت بإمكان نتيجة مباشرة لقيود السفر جراء تفشي فيروس كورونا بقيمة 800 مليون يورو وستتخذ المساعدة شكل منح مباشر لجميع المطارات ومشاكلية الخدمة الأرضية بشهادة تشغيل سارية ترجمة نانسي قنقر